شدة القصف مدمرة والملاجئ مغلقة في وجه المدنيين أمر دفع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى إصدار تعليمات بأجراء فحص دقيق لكامل الهياكل الدفاعية في كييف وأنظمة الدفاع الجوي كذلك زيلينسكي أضاف أنه أصدر تعليمات لتقييم ما تحتاجه بلاده للتصدي لتهديدات برية وبحرية وجوية وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها نفدت ليلة الماضية ضربات أصابت أنظمة دفاع جوي كانت تحمي مرافق عسكرية حيوية في أوكرانيا وحرب المسيرات مستعرة من الجانبين في الجهة الروسية حاكم مقاطعة بيغورود يؤكد مقتل شخصين وذلك في قصف أوكراني على بلدة في المقاطعة كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباطها محاولات للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات في منطقة شبكينو في المقاطعة وكان حاكم منطقة كورسكا في روسيا أعلن عن تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية على مقربة من المدينة الحدودية في المقابل أعلنت السلطات في كييف أن دفاعاتها الجوية أسقطت 36 صاروخا وطائر مسيرة في سماء العاصمة ومع تزايد وثيرة قصف الأهداف والأراضي الروسية علقت روسيا تصدير الغاز المسال من ميناء تمان في البحر الأسود وذلك في ظل مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة على ما أفادت وكالة ريترز للأنباء ومع احتدام المعارك القوات الشيشانية تعود إلى الواجهة اذ كشفت وزارة الدفاع الروسية أن ما يسمى بمجموعة أحمد التابعة للقوات الخاصة الشيشانية شنت هجوما قرب بلدة مارينكا في منطقة دونيتسكا شرق أوكرانيا على محور دونيتسك شاركت مجموعة القوات الجنوبية بشكل أكبر في القتال في المنطقة المحيطة بأفدييفكا وتواصل مجموعة القوات الشيشانية الخاصة أحمد هجوما تكتيكيا في اتجاه مارينكا وقتل خلال المعارك أكثر من خمسين جنديا أوكرانيا وتم تدمير مركبات مدرعة ومدافع هاوتزر كما تم تدمير أنظمة مدفعية أمريكية الصنع وفي رسالة مواجهة على ما يبدو للداخل الروسي شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي شدد على ضرورة التصدي لمن يحاولون زعزعة استقرار روسيا بوتين اتهم أيضا جهات بتأجيج مشاعر الكراهية داخل روسيا اليوم نتعامل مع نفس القضايا المتعلقة بضمان أمن روسيا مع الأخذ في عين الاعتبار الجهود التي لا يزال يبذلها منتقدون ويضاعفونها من أجل إثارة الوضع داخل روسيا يجب جميعا أن لا نسمح لهم بالقيام بذلك تحت أي ظرف من الظروف لمزيد من تفاصيل ينضم إلينا من موسكو مفادونا عمر عبد الحميد ومن كييف مرسلنا عمر العرقي أهلا بكم سأبدأ معك عمر حقيقة الكثير من التصريحات السياسية من مسؤولين كبار على رأسهم بوتين لكريملين وأيضا في التطورات الميدانية ما أبرزها عمر ربما أبرزها بالفعل إيمان أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين كما ذكرت يوجه رسالة إلى الداخل أكثر منها رسالة إلى الخارج رئيس بوتين يأخذ بالاعتبار أن 190 مجموعة عرقية تعيش داخل روسيا وربما يحذر من استغلال ذلك لبث مشاعر الكراهية في المجتمع الروسي من قبل الخارج يريد أن يحذر ويريد أن يطمئن الجميع بأن الكريملين أن القيادة الروسية تأخذ ذلك بعين الاعتبار ولا تريد أن تكرر مأساة الشيشان في نهاية التسعينات من القرن الماضي عندما استغل الغرب النزاعات الانفصالية لدى الشيشان في ذلك الوقت واشتعلت الحرب في ذلك الوقت مرتين هذا من جهة أخرى ربما وزارة الدفاع الروسية اليوم وهي تقول بأن صواريخها طالت منظومة دفاع جوي أوكرانية لم تفسر ما هي هذه المنظومة ولا هذه الأهداف لكن يبدو أن الأهداف هامة جدا لأنها تقول بشكل مقتضب أن هذه المنظومة كانت تحمي بنية تحتية عسكرية أساسية في أوكرانيا والبعض يربط ذلك بالمطالبة التي أعلنها زيلنسكي الرئيس الأوكراني من إعادة النظر في هياكل القوات المسلحة الروسية ربما ذلك يعيدنا بالذاكرة إلى الأسبوع الماضي عندما نجحت روسيا وأعلنت نجاحها في تدمير مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وكذلك في تدمير آخر سفينة عسكرية أوكرانية كان ذلك الأسبوع الماضي بالنسبة لتصريحات المتحدث باسم الكريمنين حول مسألة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأوكراني يقول أن الوقت لم يحن بعد ليس هناك أي مؤشرات لهذه الخطوة نظرا لرغبة زيلنسكي وفريقه في الانضمام للنيتو وهذا هو خط أحمر بالنسبة لروسيا إذا كانوا هم يرغبون في الانضمام إلى النيتو فذلك لن يفيد ولن يجعل روسيا تقبل على هكذا خطوة أي الدخول في حوار مع أوكرانيا نعم بالتأكيد واللافت هنا وسأنقل كلمة لعامر أنه زيلنسكي نفسه يقول نحن نتفهم ونفهم أنه لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى النيتو في الوقت الحالي وفي خضم الحرب لكن مع توجيهاته بتقييم الدفاعات الجوية على مستوى أوكرانيا بعد كثافة القصف هل هذا يعني أن أوكرانيا تتحضر للأسوأ؟ ماذا في المتابع عامر؟ نعم إيمان تدعيات القصف الذي حصل أو وقع على كيف طيلة الست أيام الماضية أثار حفيظة المواطنين الأوكرانيين وأيضا استياءهم من عمل بعض الملاجئ خاصة وأنه يوم أمس حينما وقع أحدى السواريخ في حي في العاصمة الأوكرانية كيف وجد السكان المحليين أحدى الملاجئ مغلق أمامهم ولم يستطيعوا الوصول إلى هذا الملجأ مما أثار السكان المحليين وطالبوا بإقالة رئيس بلدية الحي في العاصمة الأوكرانية كيف وهو أيضا ما استدعى عمدة المدينة بأن يقوم بإقالة المسؤول عن هذا الحي وكذلك أيضا استدعى الرئيس زيلنسكي لفتح تحقيق وأيضا التحقق من هيكل الدفاعات الأوكرانية وهياكل الدفاعات الأوكرانية أيضا جزء منها هي حماية المواطنين وكذلك أيضا الدفاعات الجوية والبرية وأن أوكرانيا في كل بياناتها العسكرية كانت تؤكد بأن الجيش الروسي يحضر إلى هجوم واسع النطاق وأن التهديد ما زال مرتفعا وأن أوكرانيا في الداخل تعمل لحماية المواطنين وأيضا تعمل لحماية السماء الأوكرانية هذا التحقيق الجديد الذي يقوم به الرئيس الأوكراني هدفه هو تيسير دوريات للشرطة المحلية للكشف والتنقيب عن صلاحية هذه الملاجئ خاصة وأن الجميع يتوقع بأن قابل الأيام القليلة سوف تكون سيئة جدا ولا مجال للتفاؤل فيها مع تزايد هذه الضربات على الأراضي الأوكرانية وأيضا تحديدا على العاصمة الأوكرانية كيف فجر هذا اليوم قالت الدفاعات أنها تعاملت بما يقارب من 30 هدفا في سماء العاصمة أسقطت 15 ساروخ كروز وكذلك أيضا 21 طائرة مسيرة كانت ستستهدف العاصمة الأوكرانية كيف شكرا جزيلا لكم أيضا من كيف مرسلنا عمر العرقي ومن موسكو مفدنا عمر عبد الحمي شكرا جزيلا لكم